كورونا والمتحور الجديد تمتلك ذيقار ذاكرة سوداء بعدد الإصابات والوفيات خلال الأعوام القليلة الماضية وها هي الموجة الرابعة تحط الرحال في ذيقار وبعدد إصابات ترتفع بشكل ملحوظ وأوميكرون يصل أيضا ببعض الإصابات لتدخل المحافظة مرحلة الخطر ندخل المحافظة في الموجة الرابعة مجهة كورونا الأسبوع الأول سجنة 22 حالة سبعة الثاني هذا الشهر 115 سبعة الثالث 460 حالة بمعنى الأعداء في التزايد حتى نخلص الناس من مشاكل كورونا وملافظة كورونا دائما نأكد على اللقاحات وهمية المواطنين بدون اللقاح سيبقى المواطنين في خطر وذكرنا دائما من اللقاح والتأمين مجانا على الحياة فيما يرى المراقبون يجب أن يكون هناك إجراءات وقائية ودور توعوي كبير وأخذ اللقاح لأنه الإجراء الوقائي الأول تحتاج لدائرة الصحة الذقار أن تكثف حملاتها التوعوية والتثقيفية حملات اللقاح اللي هي لازم توصل إلى المناطق البعيدة المناطق النائية لكون صعوبة وصولهم إلى مركز المدينة والمراكز الصحية يحتاجون إلى تثقيف يحتاجون إلى حملات ميدانية في المناطق لقاح كبار السين متوسطية العمور بعد ارتفاع الإصابات بمحافظة الذقار بفيروس كورونا وبعد أن أعلنت صحة الذقار بتسجيل إصابات جديدة بفيروس الجديد أوميكرون على الحكومة المحلية والصحة اتخاذ الإجراءات هذا مؤشر خطيري يعتبر للمحافظة بعد تسجيل هذه الإصابات الخطيرة لذا على الحكومة المحلية وصحة الذقار اتخاذ الإجراءات المناسبة الصحية بعد استراحة محارب عانت قبلها الأمرين ها هي كورونا تضرب وبقوة في ذقار ويجب تضافر جهود حتى لا يكون القادم أسوأ لقناة واني نيوز سار شنون الناصرية